اهلا بحضراتكم في صبيحة السادس من اكتوبر هذا اليوم الذي نسترجع فيه ذكريات النصر على العدو الذي ظن يوما ما انه لا يقهر فقهر كل عام ونسائم الانتصار تداعب العالم المصري فيرفرف خفاقا فوق ارض الكنانة في عزة وكبرياء كل عام ومصرنا شعبا وجيشا وجهان لعملة الوطنية وطرفان لمعادلة التحدي والصمود والبناء نسترجع ذكريات النصر لنعلم انه ان تتعثر فهو قدرك لكن ان تنهض لتنتصر فهو قرارك ومصرنا تملك من القوة والارادة والادارة الرشيدة ما يجعل شعبها يقول وبكل فخر واعتزاز تحيا مصر مصر التي قبل ان تحارب العدو حاربت الزمن والتحديات لتنهض بعد معركة لم تختبر فيها قواتنا المسلحة فمن ينسى عمليات تفجير الحفار الاسرائيلي في المحيط الاطلنطي ومن ينسى معركة رأس العش وعملية الات وغيرها من العمليات التي مهدت الطريقة الى النصر فمن الصمود الى الدفاع النشط الى حرب الاستنزاف تصل الحرب الى ذروتها في مثل هذا اليوم قبل واحد وخمسين عاما وللمزيد ينضم الينا في الاستوديو العقيد حاتم صابر الخبير والعسكري سيادة العقيد اهلا بحضرك معنا وكل عام وحضرك بخير اهلا بحضرك كل سنة والطيب والشعب المصري الكريم بخير في السادس من اكتوبر من كل عام وتحديدا في صبيحة هذا اليوم العظيم واليوم المبارك كلنا كده بيكون عندنا شعور مختلف بنشوة النصر والعزة والاعتزاز وبنسترجع ذكريات النصر وتحديدا فيما يتعلق بفترة ما قبل الحرب من 67 ل73 كان هناك همة وقوة وعزيمة في الجيش المصري انه لن تتكرر هذه الكبوة مرة اخرى كيف تم الاعداد والتجهيز لقواتنا المسلحة تحديدا على المستوى العسكري في الفترة ما بين 67 و73 هو ولن يعني زي ما قلت ويوم 6 اكتوبر بيبقى يوم بنشعر فيه جميعا بالفخر مش باعتقد انه زابط جيش سابق يعني ومتقاعد ولكن ده احساس كله مصري يمكن انا دايما بقول ان انا يعني دفعتي من الكلية الحربية من المحظوظين ان احنا لما تخرجنا كانت القادة المباشرين لنا هم القادة اللي كانوا في حرب اكتوبر يعني قائد الكتيبة قائد المجموعة قائد القوات كلهم كانوا من ابطال حرب اكتوبر فاحنا نهلنا منهم من العلم ودرسوا لنا كيف كانت 67 وكيف كانت الاستنزاف ثم 73 سواء كان على المستوى الاكاديمي العسكري كتخطيط او على المستوى الشخصي من خبرات شخصية في هذا الفترة نقدر نقول ان في 67 زي ما حرك زكرت لم تحارب القوات المسلحة فكانت كبوة او سقطة ادت الى ما حدث في 67 ولكن يجب جميعا انه توقف امام براعة وقدرة ومعدن الجندي المصري اللي استطاع فيه وقت قليل جدا يعني 67 خمسة يونيو بعدها بخمسة وعشرين يوم كانت معركة رأس العش معركة رأس العش باعتبار منتمل وحرص الصعقة وقضية حياتي كله في الصعقة من المعارك اللي حتى الان قوات الصعقة اليوم الخاص بالصعقة ويوم العيد للصعقة هو موافق معركة رأس العش معركة رأس العش يمكن بساطة الامر لا يصدقه من يسمع 30 عسكري فصلة صعقة استطعت ان تتصدى اللواء مدرع بالكامل ولم تستطيع اسرائيل ان تدخل منطقة رأس العش حتى نصر اكتوبر 73 بفضل الله أولا ثم بفضل شجاعة وجرأة وإرادة فيه وإرادة وعقيدة 30 جند مقاتل فده يؤكد لنا ان فكرة معدن الجند المصري معدن مش موجود على وجه الأرض هذا كانت مهم جدا الانتصال في العملية دي تحديدا في التوقيت بالتأكيد في التوقيت ده ليه أولا نرفع روح المعنوية تأكيد قدرة القوات المسلحة يمكن يعني أنا أقول لحضرتك برضو الأسلحة اللي كانت مستخدمة في رأس العش كانت أسلحة معظمها كانت التحديد في التيميديا المصر وكانت أسلحة متهلكة من الحرب العالمة التانية ولما جاء التطوير الجديد اللي هو الارب جي مركز سبعة ما كانش فيه أصلا أي حاجة ولا أي معلومات ولا دورة تدريبية لسه عبارة عن كتالوجات يمكن أقول لحضرتك أن الجنود والزباط هم اللي فكوا رموز الارب جي مركز سبعة وقت الحرب وابتدوا يعملوا زي تأهيل وتجهيز وإعداد في وقت اللزمة واستخدموه في معركة رأس العيش مما أزهل العدل الإسرائيلي من أين أتى هذا السلاح في هذا التوقيت في هذا التوقيت فده بيأكد لك أننا مهما كانت الإمكانيات أضعف بكتير من العدو ولكن هناك عقيدة رسخة في الجيش المصري وعقيدة في المقاتل المصري اللي هي النصر أو الشهادة ولا عودة قبل تنفيذ المهمة حتى وإن دفعت حياتي تمن المهمة ردود الفعل على معركة العيش تحديدا باعتبارها كانت نقطة فارقة في أنه استعادة روح المعنوية للمقاتل المصري وأيضا لشعب المصري بالتأكيد الشعب كان مصطفي خلف جيشه ومعاه في كل الخطوات اللي بيأديه ردود الفعل فيما بعد ذلك هل شجعت كيف شجعت قواتنا المسلحة على المزيد من العمليات وعلى التوغل وعلى بداية حرب للسنزال هو أولا معركة رس العيش يعني الشرارة الأولى يعقوبها الإغراق المدمرة إلات بلنش يعني بصاروخ سطح سطح لا يمكن كعسكريا بالحسابات العسكرية أن صاروخ سطح سطح يتضرب من لنش يخترق المدمرة إلات ويقسمها نصفين بالتساوي وتغرق في مكانها في أكتوبر 67 فكل هذه الأمور أكدت بما يدع مجالا للشك لا يدع مجال للشك أن الجندي والمقاتل المصري سوف يقوم بالهجوم يوما ما ولكن الأمر كان محتاج إعداد وتجهيز وهو ما بدأت فيه القوات المسلحة عايز أتوقف بعض الشيء عند فكرة أو تحديدا عملية تدمير إلات لأنها تم تكسيدها درامية ونعرف أن سيادتك ليك باع في مراجعة الأعمال الدرامية والسينمائية من مراجعتك لأحداث الفيلم لأن كلنا متعلقين بي وكلنا بنشاهده وبنتفاعل معاه هل الفيلم أوفى وكفى ما حدث ولا كان هناك بعض الدراما بتحكم شوية في أن في بعض الحاجات ممكن ما تظهرش هو للأسف الفيلم أغفل الحقيقة كمان لأن الحقيقة إذا كانت قدمت بالشكل الذي ظهرت به أو وقت التنفيذ لكانت أكثر إلاما وأكثر ألما على العدو أولا أن الفيلم أظهر العمليات كلها في عملية واحدة وهذا أمر لم يحدث العمليات كانت ثلاث عمليات وفكرة أن أنا أدخل طب كويس يعني فرصة بقى أن نعمل نعمل فيلم جديد من أقلات ثلاث مرات في فاترات متفوتة كل مرة إسرائيل تأخذ كل الاحتياطات وكل الدفاعات ورغم ذلك يتم الاقتحام وتم الاختراق بسطة رجال الدفاع البشرية يعني المتبقي فيهم على قيد الحال الأبطان رامي عبد الرحمن وربنا دلوا الصحة وربنا دلوا الصحة وهو بنفسه من روى لي الملحمة ولنها عملية كانت أكثر من ثلاث عملية أول عملية دخلت قوات الدفاع البشرية ولكن لم تدخل ملائة الحربي ودخلت ملائة التجاري فلغمت السفينتين هيدرومة ودهاليا ودول مدنيين سفن مدنية والعملية دي اللي استشد فيها الشهيد محمد فوزي البرقوي ثم بعد ذلك دي العملية اللي تم إظهار فيها أن القوات سفرت للأردن والعراق وعادة كان فيه تخطيط وتجهيز كبير ولكن نأتي للعملية الرئيسية العملية التانية وهي فيها تتجلى فيها قدرة ربنا والعقيدة القتلية للمقاتل المصري أنها باختصار هم أربعة من الدفاضع أتشرفت أني اتدربت على إيد واحد منهم رحمة الله عليها علي أبوريشة رحمة الله عليهم هو علي أبوريشة كان البادي بتاع القبطان عمر البتنوني وثم رامي عبر رحمن ومعه محمد عبدالعزيز جميعهم رحمة الله عليهم عادة القبطان رامي عبر رحمن وراحوا بلانش عادي جدا لحد بداية مدخل خليج العقبة بمنتأة سهولة وكانت القصة كلها أنه هو حيسبح خليج العقبة كله وده مسافة كبيرة جدا وهتسلل بمنتأة البساطة ويلغم بيتشافة عبات يام والعودة أثناء الإعداد والتجهيز لعملية الإنزال للدفاضع اكتشف الرقيب محمد فتحي أن خزان الأكسجين فيه مشكلة وخزان الأكسجين برضه وعشان الله أطيلها على حضرتك خزان الأكسجين ده دائرة مغلقة يعني إحنا بنقود الأكسجين بيتحرق في السدر ويرجع سينكسيد كربون ويتنقع علشان يتلاف قصة الفققيع الهوى فيما يبنش إن في حد غد صون فمعنى أن خزان الأكسجين فيه مشكلة فالمشا النفسها والمأمورية أو المهمة لازم تتلغي لأنه مفيش دفضع بيروح لوحده فلما يكون الوضع كده يقوم الأبطان رامي عبدالعزيز ربنا اديله الصحة يقوله أنا هاخد الألغام لوحدي وهروح لوحدي وده طبعا فكرة الضفاضع لأن الزابط بيبقى دوره وفي الضفاضع بيبقى معال البوصلة والأتاج بورد يعني البوصلة والساعة والديبسوميتر وهو اللي معال الزاوية والاتجاه والسرعة والعمق عشان لو تخط العمق يخش في مشكلة والصف الزابط بيقى شاء الألغام لحد ما وصلوا تحت الهدف ويبتلوا لغمه ففكرة أن رامي عزيز يرفض أن المؤمرية والمشن تنتهي وياخد هو الألغام بنفسه هو الحكاية دي على لسانه أن هما راحوا في كانت ليلة تقريبا ليلة ليلة شبه قمرية يعني الأمر ممكن يكون فيه غيوم وبيحكي بنفسه أن هما راحوا لحد هناك والباضي سواء كان محمد فتح يستنى والأبطان عمر والأبطان علي أبو ريشا رحمة الله عليهم دخلوا الاتفاق بينهم أن هو هيروحوا على بيت شيفع ورامي عبر رحمان هيروح على بيت يام لوحده هو بيحكي بنفسانه أنه هو لما وصل تحت بات يام بات يام دي نقلت جند بيقول لي السماء انشقت والأمر بقى بدر وبقيت شايف بدن السفينة كأني بتفرج على بن راما وكنت خاف لي شفوني لأن الرؤية كانت واضحة جدا قال لي رحت ورجعت ثلاث مرات عشان أحط أختار مكان اللغم وعمل حاجة اسمها بيراشم يعني بيشيل الحشف على البدن علشان اللغم يلزق بيقول لي أنا يعني بيقسم بالله أن كان فيه إيد معاه كل ما بيشيل بالخنجر الحشف ده بينزل بشكل غير مسبوك قال لي حطيت الألغام وزبطت التايمر مش على 8 ساعات على 4 ساعات وده طبعا مخاطرة كبيرة جدا لأن طبعا عناصر المضادة للدفاضع لما بيحصل تدمير بتجري بترمي عبوات نفس الشيء قام بي طن عمر ومعه علي بوريشا ربطوا على 4 ساعات وده ما كانش اتفاق هم اللي التين عملوا كده لوحدهم أو اللي وغادر رومي عبر أحمن هو متأكد إنه هو مش راجع وانفجرت الألغام فانتهت باتيام وجبت يعني قررت ما فقاش فيه نهاية فده ما أظهرش في الفيلم الفيلم طبعا فيه في قصة الرجل اللي هو قاريتني كنت معاهم ده ما حصلش أصلا في الحقيقة طبعا فكرة إن أنا عندي برد فأنا مش هنزل لا أنا بقول لحضرك بيبقى عندنا في التدريب بيبقى أولا بكلمك على حاجات أنا شفتها بنفسي بصف ظاب التعبان ورجليه وجعاه وعيان ويقول لي لا فاندم هنزل وإحنا في التدريب يعني لو عند ارتهاب رئوي هنزل فما بالم العملية فما بالم العملية فطبعا دي حاجات حشو درامي ولكن أنا كان من وجهة نظري أنا كرجل عسكري إن كانت المفروض الحقيقة بان لأن يعني المفروض أولا رامي عبر رحمن ربنا دول الصحة هو الضفد على البشر الوحيد على وجه البسيطة اللي عمل الموضوع ده محدش عمل قصة دي خالص ويمكن هي فرصة كل سنة بنقول حرب اكتوبر بيطلع منها أسرار وذكرياتها متجددة سنة بعد سنة إمكان فرصة السنة دي أن نلقي الضوء على الجزئية دي تحديدا في فيلم الطريق إلى إيلات لأنها ملتصبت جدا واحتمالي يتزاعي النهاردة كمان إن شاء الله على الشاشات هي فترة مهمة فترة حرب الاستنزاف وفي إطار ما نتحدث عنه من تجهيز القوات المسلحة لمرحلة قبل الحرب حتى تحقيق النصر هناك عنوان بارس جدا والجميع في الشعب المصري يتحدث عنه وعلى دراية كاملة به وفخور به وهي خطة الخداع الاستراتيجي عايزين نتكلم عن الخطة وإيه أبعادها وإيه استراتيجياتها وخطواتها كمان ولن خطة خداع الاستراتيجي يعني حتى هذه اللحظة تدرس في كافة المعاهد الأمنية والمخابراتية في العالم أجمع لا يمكن لدولة بحجم مصر في هذه الإمكانيات التي تكاد تكون إمكانيات معدومة أن تستطيع أن تخدع أجهزة المخابرات الأمريكية تخدع أجهزة المخابرات الإسرائيلية سواء كان شنبيت شباك مساد أمان كل من هو تعامل مع الشأن المصري استطاعت أن تخدع كل من كان يخطط لهدم الدولة المصرية عن طريق أن مصر لن تستطيع القيام بعمل عسكري يعدها إلى ساحة التفاوض مرة أخرى أولاً أتكلم عن فكرة ضعف القدرة التسليحية للجيش المصري كانت بداية خطة الخطاع الاستراتيجي أولاً كان معروف للإسرائيل أن هناك مانع مائي وهو قناة السويس عشان أعرف عديه كقوات لازم أستخدم أوارب فإسرائيل متوقع بنسبة 100% أن أنا هستورد أوارب فالنسبة عرفوش أن إحنا استوردنا تلت أضعاف حجم القوارب المستخدمة في العبور وكان الربع منها يسرب إلى المخازن والتلت أربع يترك في الشمس في الميناء حتى تأكله الشمس حتى عيون لإقناع العدو بعيونه اللي كانت متواجدة أنه لانية لمصر للحرب باعتبر أنها استورد القوارب وسيبها لحد ما الشمس تأكلها يأول حاجة الشيء الثاني الخطير فكرة هدم السطر الترابي يعني السطر اللي هو بقي زك يوسف يتكلم عن الموضوع ده وهو موجود فكرة أن الخبراء الروس قالوا أنه لأنه نقتحم خط برليف لازم ضربة زرية تاكتيكية أو استخدام قنبلة نوية تاكتيكية تفتح صغر أو هستخدم كم هائل من السواريخ بحيث أو المخزفات السلوخية بحيث أزيل السطر الترابي في حين أن الفكرة جاءت من الطريق المقدم بقي زك يوسف لما شاف أن مدفع الميا أثناء بناء السد العالي بيهد التراب فنقل الفكرة فأقل من 24 ساعة كانت موجودة أمام القادة السياسية وابتدى العمل عليها فكرة استيراد مدخات الميا بساتر المخابرات العامة عملته بشكل مزهل مزهل من التفكير أن احنا هنجيب المدخات دي تحسبا إسرائيل هتضرب فيندلع حريق في القهرة فهنا هنطف فيه إزاي فبقى مقنع استيراد مدخات الميا الأمر الثاني فكرة أن أي دولة بتخش حرب فبيتقفل على الاستيراد والتصدير والخطوط بتبقى مقفولة طب مصر عندنا مشكلة في الأمح الأمح ساعتها في نفس التويت كنا بنستورد أمح فأنا هستورد أمح إزاي وقت المعركة فاستطاعت المخابرات العامة أنا هتسرب معلومة للإعلام وتسرب معلومة عبر العيون والمصادر الموجودة أن المخزون استراتيجي للأمح المصري تعرض لكارسة والماء دخلت عليه فبقى منطقي أن أنت تستعود فكرة مخزون استراتيجي فترة الحرب نفس الشيء لما هاجي الحرب في اكتوبر ولسه هتكلم على اختار اليوم ودقة اليوم الحرب في اكتوبر طيب معنا كده هبقى في إصابات وفي مصابين هيتنقلوا أني مستشفى ولو أنا أخليت المستشفى فجأة ده انذر للعادو عبر العيون وبتاعته أن أنا بخطط لحاجة فابتدت الموضوع بستيلس انتري يعني دخول في تسلل أن الزابط بيطلع من القوات المسلحة بيروح مستشفى الدمرداش وبعدين بيكتشف أنه فيه ميكروب لوس المستشفى والميكروب ده معدي فأصبح المستشفى لازم تخلى عشان يحصل عملية تعقيم ونشوف بعض المستشفى التانية قد يكون الميكروب طالها فبقى منطقي إنها نخلي المستشفى فكل دي إجراءات بتتم على خطة سبتة الأخطر من ذلك بقى يمكن ما حدش تكلم فيه هو خطة خداع الاستراتيجي في التصوير الجوي للأمر الصناعي الأمريكي اللي بتروح لإسرائيل عشان يحلل البيانات استطعت المخابرات إنها تجند الجندي المسؤول عن رفع الصور للمخابرات الإسرائيلية والكام ده موجود منشور مكتوب في المذكرات يعني بس إحنا أيوة لأنها كانت معضلة أكيد كبيرة إن إحنا مهما نعمل من مراحل خداع فيه تصوير فيه تصوير جوي بالضبط فبراعة العملية المخابراتية إنها جندت هذا الشخص باستغلال إن فكرة اليهود عندهم سفرديم والإشكيناز فيه بينهم من بعض فهو كان حسن هو دونية سفرديم هو فإحنا استطاعنا إن إحنا نقنعه إن هو بيقوم بعمل وطني جدا والراجل تعاون معنا فابتدى يعمل إيه ابتدى قبل بعد ما ينتهي التصوير الجوي يبعث لمصر الصورة الجوية اللي هتتنقل للولايات المتعلقة الأمريكية وإسرائيل عشان يبتدي حلل البناء العسكرية في هذا التوقيت بيتم نقل القوات وترك الأمر كما هو بحيث الصورة الجوية بان إن ما فيش أي تحركات ودي كانت أخطر عملية مخابراتية أعتقد أن حد دي كانت ممكن قاضي يعني لو ما تمتشي بما يجب لأن يعني مش منطقي إن دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في هذا التوقيت في هذا التوقيت اللي تكاد تكون قواتنا بالمقارنة كأسلحة هجومية ودفعية مش موجودة فكون إن أنا أستطيع إن أنا أخد على الصورة الجوية بحيث إن يفضل إسرائيل فهم إن أنا زي ما أنا في مكاني ده كانت سبق غير مسبوك بعد كده خطة استدعاء القوات وتجيشها على الحدود أو تجيشها على الخط النيران ثم عودت معنا معروف طبعاً إسرائيل الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش فمجرد أن يرفع على درجة استعداد فهو بيشيب كل حاجة وبيستعد للحرب أكتر من مرة لدرجة إن هو أنهكته أنهك واستنزاف قدرات مالية كبيرة جداً لدرجة إن طبعاً اللي كان بيقوم بقيادة خطة الخداع استراتيجي الرئيس السادات نفسه أنت متخيل الدولة بحجم مصر من يقود خطة الخداع هو رئيس الدولة نفسه اللي أظهر نفسه غير مهتم بالحرب دائماً كان وصلت الكاميرات عليه على إنه رجل نرجيسي وبيحب إنه هو يتبقى في الكاميرات من ضمن الخطة من ضمن الخطة وسوريا وأنا بحلق دقني كل الكلام ده جلد ما يرقى نفسه قتل شخصية السادات نفسه مش ممكن يكون ده راجل بيفكر في حرب وهو بيعمل كده فكرة إنه هو يجعل من نفسه عرضة للسخرية قدام الناس بحيث إنه هو خلاص الجبهة الداخلية نفسها اقتنعت إن مصر مش ممكن تحارب كانت بتغزي الفكرة دي لدرجة إن إسرائيل اقتنعت وخدها الغرور إنه إحنا لا يمكن تحمل في سبيل تنفيذ الخطة دي في الجبهة الداخلية تحمل الكثير بالتأكيد يعني برضو من ضمن الخطط اللي قام برساد بنفسه إنه هو عارف يعني أحد السادة الزعماء في هذا التوقيت وإنه هو علاقته قوية جدا بإسرائيل وإنه بينقلها كل حاجة فابتدى ما نقلهش مباشرة نقل إنه هو عنده مرض والمرض ده هيتطر إنه هو يتعالج في دولة أوروبية فكلمه أحد الدبلوماسيين عشان يحجز مكان للرئيس الجمهورية قبل الحرب بستة شهور علشان هو عنده مرض خطير والرأي العام هو كان متأكد إن المعلومة ده هتوصل في ربع ساعة وده من ضمن الخطط لاستخدام الرئيس السادات بنفسه كل هذه الأمور الخطط الدقيقة المخابراتية كشفت ستر وغطاء المستدل الإسرائيلي إنه لا يمكن مجارات العقل المصري في التخطيط أو مجاراته فكرة إنك أنت تستطيع أن تقهره مخابراتيا ويمكن السيد الرئيس الجمهورية يعني أنا بحب دايما هذا المقطع أو يحب عيده دايما اللي عملها مرة ممكن يعملها ميت مرة المشاهد تحديدا في جزئية الخداع الاستراتيجي مشاهد كتير جدا ويمكن الشعب المصري بيحب يتناولها كل حين وآخر لأن هي بتظهر معدن الشعب المصري في مسألة الزكاء ومسألة القدرة على الخداع وإن كانت ظهرت في أبهى صورها في فترة ما قبل الحرب اسمح لي نضم معنا على الهاتف مباشرة الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية أستاذة فريدة أهلا بحضريك معنا وكل سنة وحضريك طيبة أهلا بيك وكل سنة وماركبة طيبة والأمة العربية كلها طيبة والإنسانية طيبة بالنزول سجول منابئة الشر اللي احنا شايفينه إن شاء الله ما بين الماضي والحاضر هناك ذكريات لا تنسى في سجل انتصارات أكتوبر ونحن تحديدا نتحدث عن مسألة تجهيز القوات المسلحة وتجهيز الشعب المصر كله في الفترة ما بين سبعة وستين وثلاثة وسبعين وكنا نتحدث مع ضيفنا في الاستوديو العقيد حاتم صابر عن مسألة الخداع الاستراتيجي وكيف كانت أهميتها في هذه المرحلة يعني إذا استدعينا مع حضرتك بعض من هذه الذكريات شوف أنا يعني من أهم أيام حياتي يوم تسعة يونيو مساء لما نزلنا هزلنا الهزيمة وكان ما حدش فهم الرسالة دي يعني الشعب المصري خرر الانتشار وكاتب إرادة المصرية إن الملايين ملأت الشوارع وقالنا هنحارب مش هنعود أنا رأيي لديك أتأول خطوة طريق العجور بعد كده حرب الاستنزاف أنا عيشت في فرنسا 27 سنة وكنت موجودة لما كان أيام حرب الاستنزاف قبل انتسارات أكتوبر وأيام انتسارات أكتوبر فكانت إسرائيل يعني ليست من حرب الاستنزاف وكانت ما عندهاش يعني يعني كانوا بعياته على الشاشة على شاشة التليزيون الفرنسي إنه هما شعب جيش يعني هما بالشعب وجيش يعني كلنا عارفين إنهم يستجلبوهم من كل البلاد العالم إنجلترا اللي جابتهم بالمقولة الخادعة الحقيرة إنهم قدوا الشعب بلا أرض قدوا أرض بلا شعب يعني إنجلترا دي والغرب وكله الحقيقة عمره ما كان مواقفه شريفة معانا أبدا يعني فإحنا عملنا حرب الاستنزاف العظيمة اللي قادت بعد كده إلى العبور لأن جيشنا وشعبنا كانوا وحدة وحدة وهو ده رهنا يعني إحنا اللي فاهمينه دلوقتي الإشرائيليين ولذلك لما الرئيس السيتي أعلن إن التهجير إلى تناء خط أحمر تهم يعني مفيش محدش خربش في القرار ده فالنهاردة نعم فضالي فن يعني إحنا النهاردة كلمتنا مسموعة بفضل انتصارنا عظيم وبفضل إن الانتصار ده موقفش يعني إحنا الوقتي مع الرئيس السيتي إن الانتصار ده لازم كل يوم يدفع انتصارات وكل يوم يتوسق ويترسق في أذهالنا بإن إحنا شعب يعني ما حدش يقدر يقاره بإذن إن ده أبدا يعني إن شاء الله يعني حرب كانت حديث العالم كله إن شاء الله إسمحي لي أخذ من إسمحي لي أخذ من كلام حضرتك أستاذة فريدة وتحديدا في جزئية أهمية بناء الدولة وأهمية بناء القوات المسلحة التهديدات لا تنتهي و من ساعة 67 والدولة المصرية في مقدمة أولوياتها ومن أهم أولوياتها هي تعزيز قوات القوات المسلحة وتطويرها الدائم كيف يمكن أن نربط ما بين الاستعداد لحرب أكتوبر والاستعدادات للتهديدات المستمرة جيل بعد جيل الوقت الاستعدادات المستمرة والتركيز على تسليح الجيش بأحدث الأسلحة وتدريب وأعظم التدريبات زي ما بنشوف دلوقتي حتى في التلفزيون ده للمستقبل يعني أنا عايزة بس أنبه لحاجة لأن أنا عشت يعني الفترة دي أن حرب ما كانش إسرائيل لبوتتنا وضربتنا كان إسرائيل وكل الدول الغربية دي ما فيهم وأولهم أمريكا كانت الطيارات بتصدع من خاعدة هويلس في ليبيا حتى أمريكية وحتى العالم الإسرائيلي فهم كانوا عايزين يحسسون أن إحنا يعني ضربة واحدة خلاص لا إحنا اللي ضربنا كل العالم المعادلين ومع ذلك زي ما بيقولك هزمنا الهزيمة وقفنا وقلنا لا هننتصب وبدينا الحرب أزاقتهم المر كله وكمان محاولة تصنيف المصريين وتفرقهم بالمسيح ومسلم اللي عمل الخطة بتاعة هدم خط برنيف بالميا اللواء ذاكي بقلي يوسف اللي هو مصري مسيحي وانا دايما وإسرائيل ما بتيج تضربنا ما بتقولش الإبسي هنا والمسلم هنا بتضربنا كمصريين فإحنا وسنظل دائما في مصر نسيج واحد قوتنا في وحدتنا مصبوط الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية اللي بشكر حضرت جدا لانضماغ معنا في هذا اليوم العظيم يوم ذكرى نصر أكتوبر أحادي والخمسين وعودة مرة أخرى مشاهدين إلى ضيفي الكريم في الأستوديو سيادة العقيد حاتم صابر الخبير العسكري كنا نتحدث عن الخداع الاستراتيجي وتحديدا فيما يتعلق بخداع العدو على مدار الفترة وسواء على الجبهة الداخلية أو دبلوماسيا أو عسكريا بكل الطرق تفصيليا القوات قوات الصعقة يعني نتحدث عن قوات الصعقة ودورها في حرب أكتوبر وكيف تصدت للعدو من حضرك طبعا يعني طبعا شرف كبير جدا لي ويعني بيظل وسامع لرأسي فترة خدمتي بها الصعقة أكتر من 24 سنة يعني مش بشكر في حل الصعقة ولكن لا مصر كلها عرفة محدد الصعقة يعني حصن أمان في الحقيقة فعلا دي حقيقة المقاتل الصعقة المصري مش موجود زيه في العالم أنا بتكلم بحقيقة مش بقول كلام مرسل دي حقيقة أنا عرف ويمكن إحنا معد يعني أنا هارجع ل67 يعني استنزاف ثم بعد العمليات العسكرية ولكن بانت برضه قدرة قوات الصعقة ومعدنها القوي في الحرب على إرهاب الفيلم ببداية من الفيلم 13 الدور الأكبر كان له قوات الصعقة أكتر عدد من الشهداء اللي ضحوا بحياتهم علشان مصر تفضل وقف على رجالها كان قوات الصعقة ولكن دعني أتكلم برضه عن بطولة من البطولات اللي يعني ما أنا بقول دايما في وجه نظري لو إن إسرائيل أو الواتف المتحدة الأمريكية لديها ربع ما سأحكي لكانت صدعت راسنا بستمائة فيلم ولكن للأسف حتى الآن اللي أنا أحكيه ده كمين يطلق عليه كمين رمونا وكمين رمونا ده أنا اتكلمت عنه قبل كده من كذا سنة ولكن برضه بعيد الطرح تاني لأنه كمين لقوات الصعقة إعجازي لن يحدث مثل ما حدث في هذه الملحمة أعتقد في التاريخ كله أولا كانت الهجوم يوم 6 أكتوبر استمر ست ساعات كان دور قوات الصعقة يوم 7 أكتوبر أن يطلع سرية صعقة معروف أن السرية دي ما حدش يرجع منها أمانة كانت بالقادة النقيب حمد شلبي النقيب حمد شلبي كان قادة سرية في الكاتبة 103 تبنيه صعقة مع سرية صعقة ركبت 3 تقارات هليكوبتر كان الهدف على طوله أنه يوصل لمنطقة كمين رمونا اللي هي على الطريق المحور الشمالي ويبتدي يعمل ينصب الكمين بتاعه ولكن دون استطلع للأرض فلما التقارات اتحركت ليلة 7 أكتوبر بحيث أن هتتوصل في نفس الليلة خرج عليها تقارات إسرائيلية اعتراضية فاضطر يغير من خط سر التقارات الهلكوبتر ونزل غرب ملاحات بورسعيد أكتر مكان آمن فأمام حمد شلبي علشان يوصل للمكان مفيش قدامه غيره نلف حوالي الملاحات وده يخدوها طويل أو يخترق الملاحة سرية على الأقدام ومش هقوله حدثك الموضوع ده احنا حتى هذه اللحظة في قوات السعقة في التدريب الأساسي بنخترق الملاحة والملاحة مش عايز أقوله حضرتك تركيز الملح في الماية بيعمل إزاي؟ يعني ألف في المية يعني لو في جرح في رجلك لقدر الله الملح بيوصل للعظم السرية كلها بالكامل شالت الأسلحة على كتفها وعبرت الملاحات اخترقتها سرعا على الأقدام بعد ما عدى الناحية الثانية في اتجاه المحور الشمالي دخل في منطقة غروض رملية أو زي رمل متعب جدا على باب ما خرج من منطقة الغروض الرملية وهو معدي لقى نفسه داخل على حقل الغام أفراد معروف أن فتح السغرات بالطريقة التقليدية نجد أنت بتضرب زي حاجة اسمها تولي ببانجلور بيفجر الغام ولكن فتح السغرات بطريقة قوات السعقة إن احنا بنجيب عسكري مدرب ويركب على ظهر الشريط وبمعامة جس ويسحف يجس على الأرض لما يلاقي لغم يمشي من جنبه ويبتدي يعلم والسرية كلها بتسحف وراء فقدر يعدي حقل الألغام لما وصل لمكان الكمين اكتشف إن الكمين في أرض مفتوحة فكرة دايما الكمان بتنصب في الملفات في أماكن الجبلية علشان أعرف أعمل إخفاءه تموي جيد فلقى أرض مفتوحة فأضى اليوم كله الليلة كلها بعد كل هذا المجهود في إن أقسم القوات بتاعته لتلات فصائل كل فصيلة البعد بينه وبينه مسافة واحد كيلو متر عشان يفرد على مسافة تلاتة كيلو وكل عسكري يبتدى يحفر حفرة برميلية ويجيب ناتج الحفر على جنب لحد بيبقى عينه بس اللي بينه والأربجي بتاعه اللي بين ثم بعد ذلك يعمل عملية إخفاء وتموي لحد ما طلع الصبح كان تأسيمة التلات فصائل بينهم كيلو متر ظهر الكمين خد من كل فصيلة جماعة بحيث تبقى موجودة فظهر الكمين لو حصل الكمين يتطوى يصد والصبح احنا كده هو مهمة حمد شلبي لو احنا تكلمنا عسكريا هو مفروض بمهمته نجحت لو كان مفروض يعطل تقدم قوات العدو اللي هي هتعمل هجوم على الرأس الكبري يعطلها ست ساعات هو اصلا دهوم ست ساعات وخلاص احنا عدينا ست ساعات ودخلنا في 8 أكتوبر في ليلة تاني خلاص كعسكريا خلاص كده الكمين نجح الصبح اسرائيل بعت التائرات تبص مسافة الطريق اللي هتحرك عليه لو ميت نستين مدرع لم تكتشف مكان الكمين رغم أنه في أرض مفتوح ده يدل على قدرة وبراعة العسكري المصري في عملية اخفاء والتمويل بعد كده تقدمت سريط حرس أمامي بتكشف الطريق فسابعة عدي لحد ما دخل قوة الكمين الرئيسية اللي فرد على 3 كيلو ابتدى ضرب أول دبابة وآخر دبابة فتعطل القول واشتبكت قوات السعقة السرية مع الدبابات الرتل الدبابات اللي موجود وأسقطت منهم أكتر من 25 دبابة احتراق كامل فابتدت القوات الإسرائيلية تبتلي تخرج من الحصار ده وشكلت زي مربع ناصدلع زي حرف يو وابتدت تضرب على الكمين بقذائف الدبابات اللي هم معاش أي حاجة تصد العسكري بس من الارب جي بتاعه لحد ما ابتدت الأسلحة المضادة للدبابات تنفذ من القوة القادة القوة الإسرائيلية لما لقى الموضوع كده طلب دعم من خلف الكمين كتيبة مزلات تصدت لها التلات جماعات اللي هم تلاتين عسكري وابادوها عن آخرها ما بقاش في حد موجود خالص منهم تغيير مفاهيم في مسألة القتال والله ثم بانتهاء يوم 8 أكتوبر إسرائيل تدرك تماماً أن ما بقاش فيه زخيرة والقوات بتاعتنا قوات السعقة بتالت خلاص الأربجي خالص ما بقاش معاه غير قنابل المتراتة واربعين وضد للدبابات فكان بيجري يرمي القبلة على الدبابة ويضحي بنفسه إسرائيل ليلة 8 أكتوبر مش قادر تقرب من مكان الكمين اللي حسن يكون حد صاحي ولا حاجة ويعرف أن كلهم توفوا ستشهدوا يوم ليلة 8 أكتوبر حمد الشيلا بيجمع ما تبقى من السلاح ودفن الشهداء وعبر مرة أخرى رجع مرة تانية رجع مرة تانية فكرة أن الجيش والشعب طرفين معادلة وحدة ووجهين العملة وحدة هي عملة الوطنية والخوف والحفاظ على هذه الأرض كيف تجلت هذه الروح وهذا الترابط وهذا التلاحم ما بين الجيش والشعب في ما قبل أكتوبر ونراه مستمرا ويتم التركيز عليه حتى الآن أولا يعني اسمحني إذا سبح الوقت إحنا لازم ندي لمحة كده على الشخصية المصرية علشان دي هتخدنا بعدين إزاي إحنا توحدنا أولا إحنا كشعب مصري مش ممكن تقدر تحدد ملامحنا يعني المقيم في اسكندرية لقوا طريقة كلام ولقوا لغة وبيفهموا بعض حتى بالإشارات وليهم طريقة كده في الكلام فالاسكندرية فوقت مرغمناهم مصريين لو رحنا تحت أسوان والنوبة هم مصريين بس بتكلموا نوبي اللغة اللي إحنا استخدمناها في الحرب طريقتهم وعادتهم واتقالتهم مختلفة تماما عن أي حتة في مصر لو مشيت على خط السعيد هتلاقي ما بين القرى والكفور والنجوع مسافات كيلومترات ولكن العادات والتقاليد مختلفة شوية ولكن كلها تتوحد على أن دول إخليم السعيد لو روحت ناحية السلوم والمطال الغربية هتلاقيهم عادات وتقاليد خاصة بالبدو المقيمين هناك لو روحت ناحية رفع والشيخ زويد والعريش هتلاقي نفس الحكاية مختلفة تماما برسعيد نفس الطريقة السويس نفس الطريقة تنزل مصر هنا منطقة زي شبرة مثلا شبرة ما تعرفش مين مسلم المسيحي الموضوع أنا بقولك أنا بكلم مهرية شبرة تجربتي الشخصية أنا كنت بعايش مع عمتي وأنا طفل ويعني كان فيه جارة راح مطلع عليهم جميعا كان بيجي تعمل مع عمتي الكحك وعمتي تجيب لها لحمة تحس أن الموضوع يعني مش ممكن تفرق تختلف التقوص والعادات والتقاريب وحتى اللكانات لكن هيبقى هدف واحد أو عامل مشترك واحد بالزبط ولكن إحنا عندنا بقى الشخصية المصرية الرغم اختلافها بتتوحد في حاجات كتيرة جدا أولا تؤثر ولا تتأثر إحنا حضرتك الاحتلال الفرنسي احتل دول المغرب العربي كلهم بيتكلموا فرنسي عشان الاحتلال الفرنسي ما قال الاحتلال الفرنسي احتل لنا بالزبط بس ما تكلمناش فرنسيو الحمد لله بوزنا الفرنسيو نفسه يعني حتى يعني نابليون وقف على شط بيقول كامسة منظر جميل خلناها جمسة ومشيت وبليه وليه يعني أمح باللبل خلناها بليلة ومشيت برضه احتلال انجليزي احتلنا أكتر من 82 سنة ما تكلمنش انجليزي يعني غيرنا في شكل انجليزي المستشفى بالانجليز احنا خلناها اسبتالية ترابيزة تيبل خلناها طابلية فاحنا لنا طريقة معنا كده نؤثر ولا نتأثر الحاجة التانية لا يمكن لا يمكن انك انت تقدر تتنبأ بردود افعالي مستحيل يعني لو انت حطت خطة عاملات نفسية عشان تحرك الشعب المصري يمين من برا يجي معك شمال عارضة شمال يجي معك يمين ملوش ملكة انا بكلم حالاك من تبقى للتجارب اللي هو غير متوقع ردود افعال الحاجة الاخيرة بقى اللي هي عاملة ازمة للعدو نحن جميعا نتوحد على قلب رجل واحد وقت الخطر رجل من كل الاختلافات دي ندي لحضرك مثلا من حرب اكتوبر 6 اكتوبر 73 الساعة 2 الدور الحرب بدأت نقدر نقول ان معظم الناس ما تعرفش ان احنا عدنا 72 ساعة بلا جريمة مصر كلها لم تسجل جريمة واحدة زيرو جريمة لان الشعب كله قلبه مع الجيش كلنا وقفين خط واحد نطلع بالسنين اللي قدام زلزال 92 نفس المشهد 72 ساعة بلا جريمة لان احنا كلنا متوحدين على قلب الرجل واحد نجي بعد كده ثورة 30 يونيو بلا جريمة كلنا على قلب الرجل واحد علشان نسقط ما تم فاذا فكرة التوحد على قلب الرجل واحد فكرة يتماس بها المصريين دون عن اي حد وهي دي نقطة القوة اللي بيحاول العدو دايما يضربك بداخليا بيها يعني بنسمع دايما السيد رئيس الجمهوري بتكلم عن نقطة دي ولكن التفسير بتاعها ان احنا طول ما الجبهة الداخلية متوحدة وفي وعي ان احنا دائما لازم نكون مع بعض ضد التهديدات والاختار والتحديات ان شاء الله بعون الله بإذن الله ما فيش في اخر كلمة لسيد الرئيس بمناسبة اكتوبر وتخريج دفعات الاكاديمية العسكرية اكد جدا على المسألة دي على النقطة دي مصر هتكون بخير طول ما الشعب الشعب والجيش ايد واحد ايد واحد دايما اللي انا ده بحب اقوله ان فكرة لان انا انا عصرت طبعا 25 هناير والاحداث وشوفت بعيني لولا اولا طفيق ربنا رقم واحد قبل اي حاجة وان ان الشعب نفسه فاء بدري لكنا لقدر الله نتيجة ما كانتها تبقى مفزعة فده برجع اكدلك ان معدن الشعب المصري وتلحومه مع القوات المتسلحة وقوات المتسلحة تتلحومه مع الشعب المصري هو ده بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى هو حقت الصد ضد اي خطر او تهديد او تحدي ده كان تأثيره المباشر في فترة ما قبل الحرب بالتأكيد كان فيه ازمة اقتصادية طحنة الشعب المصري تحمل مال اتحمل واحد مال ابو الزبط الزبط وهنا ربما تختلف الاشكال في مسألة الظروف الاقتصادية ولكن الهدف واحد الهدف واحد الهدف زمان كان الانتصار والنهوض من الكبوة واستعادة الارض والكرامة واذا مر الزمن هنلاقي ان اهداف مختلفة عفوا اسباب وتدعيات مختلفة لكن الهدف واحد الهدف واحد هو الوقوف صف واحد في سبيل ان الدولة المصرية تظل في امن وامان والمقابل يفضل الهدف واحد للعدو ان ان اضرب الجبهة الداخلية عسكريا انا بكلم حضرتك عسكريا احنا تم اختبارنا في 73 ومع بعد 73 تحاية فلاز بالنسبة له وسياسيا تم اختبارنا في مفاوضات طبعا وانتصرنا فاذا العسكرية والسياسة برضو احنا نستحضر كلمات السيد المشير محمد عبغان الجمسي رئيس سيطة عاملات قطوة وصلاح في هرب اكتوبر لو كلمة انا دايما شايفها صح ان العسكرية ما هي الا امتداد للسياسة ولكن بالنيران لتنين وجهان العملة واحد عمري ما هاعرفاك وتقرار سياسي لما يكون عسكريا قوي ونفس الشيء بالعكس فاذا فكرة ان انا متوحد داخليا سياسيا وعسكريا مثل ما شاهدنا تصبح هو ده هدف العدو ان انا اضربك داخليا وده يستلزم دائما الاحساس بالمخاطر المحيطة بالتأكيد افا يعني ما ننساش دايما ان فيه تحديات مستمرة وتحديدا على الجبهة الداخلية فمصرف لازم يكون هناك يقضى ووعي دائم للمزيد من هذه اللحمة وهذا الترابط لكن خلينا اخذ من كلام حضرتك فيما يتعلق بالمسألة الدبلوماسية والسياسية وان كان العسكرية والسياسية وجهان العملة واحدة ايضا هناك كلمة شهيرة وجملة شهيرة للرئيس الراحل بطل الحرب والسلام أنور السادات ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة قالها في وقت مكان بيدول القضية المصرية بيدول امام المجتمع الدولي مجلس الامن والدول الكبرى كيف استطاعت او كيف تعدت اسرائيل على الحق العربي والمصري وكيف جمع الدول العربية حوالين هدف واحد وهو ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة المسألة او الدور الدبلوماسي والسياسي في هذه الجزئية وتحديدا فيما اتعلق بالدور اللي قام به الرئيس الراحل البطل أنور السادات والان زي ما قلت لحضرتك الرئيس الراحل البطل الشهيد بحبة أدور السادات رجل سبق عقله وزمنه واعتقد ان كل ما قاله يعني الرئيس السادات له اقوال مسجلة موجودة حاليا ممكن نرجع لها حكت ما حدث للمنطقة العربية بعد استشهاده ما حدث سواء كان في العراق وما تلاها من احداث هو تنبأ به وذكره تحديدا نتكلم مرة اخرى عن رئيس السادات يعني له مقولة اذكر سنة 72 بيقول قبل الحرب وقبل اي حاجة ان القوات المسلحة المصدرية ستعبر قناة السويس وسسترد اراضيها في هذا التوقيت كان العالم كله شايف انه هو بيقول كلام لن يستطيع تحقيقه فده يأكد لك على صدق العزيمة وصدق التفكير والاسرار على التنفيذ سواء كان سياسيا او عسكريا الامر التاني في شخصية الرئيس السادات زي ما ذكرت في البداية المداخلة انه كانت شخصية شديدة الزكاء يستطيع ان يقنعك بشيء لحتى تتأكد تماما انه هذا ما يدور في رأسه ولكن الحقيقة شيء اخر لو حتى تبعنا تاريخ حياة الرئيس السادات هنلاقيه يعني اشتغل كل حاجة في مصر فانا زي ما نكون نقدر نقول انه هو يعني صعب جدا انك تخدع واحد بهذه الشخصية بهذه العقلية بهذا الفكر بالاضافة الى النقطة الهمة انه كان يدرك تماما وبقول كلامي اهو وكلام صريح يدرك تماما ماذا يريده من الحرب لان الحرب يعني اذا سمحت لي هي اول حاجة بنتعلامها في كلها الحربية هي بنود تقدير الموقف انا داخل الحرب علشان موقفي ايه وايه اللي انا عايزه من الحرب يعني لو جينا رجعنا التوجيه الستراتيجي الرئيس الراحل الان والسادات للقوات المسلحة انه هو بيتكلم في قصة عبور القوات المسلحة تجبيد العدو اكبر خسائر ممكنة في الارواح والمعدات بعمق 20 كيلو فقط ليه يا فندم لان الامكانيات الخاصة بالقوات المسلحة تقدير الموقف اوه فده بيأكد ان عبقرية العسكرية المصرية السياسية تدرك ما تتخذ من قرارات مستقبلا وتوابعها مش باخد قرار ان انا روح احارب من غير مادرس فالدنيا يعني يحصل فيه عدم تقدير الموقف فنخش في قصة يعني لا يعلمها الا الله شخصية عظيمة يعني لن يبود الزمان بمثلها كثيرا وكان من غير الممكن ان نستفتح هذا اليوم وهذه الذكريات العظيمة في النصر من دون ان نتحدث عن الرئيس الراحل محمد انور السادات الذي ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1918 بمحافظة المنوفية والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1938 38 ضابطا بسلاح الاشارة حيث برد اسمه وانضم للضباط الاحرار الذين نجحوا في تخليص مصر من الاستعمار والاستبداد لعب الراحل لانور السادات دورا مهما في خطة الخداع الاستراتيجي واهام العدو ان مصر لن تحارب حتى اقنع الجميع بانه لن يتخذ قرار الحرب وفي السادس من اكتوبر عام 1973 وفي خطوة جريئة اتخذ قرار الحرب ضد اسرائيل واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتحطيم خط برليف المنيع لتنتهي بذلك اسطورة الجيش الذي قيل عنه انه لا يقهر يزخر التاريخ المصري بشخصيات ورموز مضيئة بما قدمت من اجل عزة وكرامة الوطن ويعد الرئيس الراحل محمد انور السادات واحدا من ابرز الشخصيات المصرية فهو رجل الحرب والسلام ولد الرئيس الراحل محمد انور السادات في الخامس والعشرين من ديسمبر من عام 1918 بمحافظة المنوفية والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في عام 1938 ضابطا بسلاح الاشارة حيث برز اسمه وانضم للضباط الاحرار الذين نجحوا في تخليص مصر من الاستعمار والاستبداد قد قمنا بتطهير انفسنا وتولى امرنا داخل الجيش اجال نافق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم وبعد ثورة الثالث والعشرين من يوليو من عام 1952 بدأ السادات رحلته مع المناصب السياسية حيث اختاره الرئيس جمال عبد الناصر نائبا له ليصبح السادات بعد وفاة عبد الناصر رئيسا للجمهورية وليبدأ مشواره الصعب في تاريخ مصر وليكمل مسيرة اعداد الجيش لحرب مصيرية السادات لعب دورا مهما في خطة الخداع الاستراتيجي وايهام العدو بان مصر لن تحارب حتى صدق الجميع بانه لن يتخذ قرار الحرب وفي السادس من اكتوبر من عام 1973 وفي خطوة يريئة اتخذ السادات قرار الحرب ضد اسرائيل واستطاع الجيش المصري عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع لتنتهي بذلك اسطورة الجيش الذي لا يقهر صواريخنا المصرية العربية مستعدة للانطلاق باشارة واحدة الى اعماق الاعماق في اسرائيل وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر كان للرئيس السادات قرارات مصيرية بالغة الاثر فكانت مبادرته للسلام وذلك في يوم تاريخي من شهر مارس من عام 1979 حيث كانت معاهدة السلام التي استردت بها مصر ارضها كاملة وهذه المعاهدة جعلت الرئيس السادات واحدا من ابرز الشخصيات العالمية فحصل على جائزة نوبل للسلام الى ان جاء يوم السادس من اكتوبر من عام 1981 واصيب السادات برصاصات الغدر خلال الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر ليستشهد اثر ذلك مخلدا اسمه باحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية كرجل للحرب والسلام في هذا الوطن يستطيع ان يضمئن ويأمن بعد خوف انه قد اصبح له درع وسيح نجدد ترحيب بحضراتكم في صبيحة السادس من اكتوبر ونحن نسترجع سويا ذكريات هذا النصر العظيم النصر الذي حققت فيه القوات المسلحة معجزة بكل المقاييس الاستراتيجية والعسكرية نجدد ترحيب ايضا بضيفنا في الاستوديو العقيد حاتم صابر الخبير العسكرية سيادة العقيد نرحب بك مجددا مسألة التجهيز اذا كنا نتحدث عن التجهيز في فترة ما قبل الحرب وحتى تحقيق النصر لابد ان نتحدث عن التجهيز العسكري وما الفرق بين التجهيز العسكري ما قبل حرب اكتوبر وفي هذه الحقبة الزمنية والتجهيز الان وما تقوم به القوات المسلحة دائما من تطوير وتجهيز لقواتنا المسلحة على اعلى قدر من الكفاءة ولا ان احنا ممكن نقسم الاعداد والتجهيز العسكري او التسليح على مراحل مرحلة ما بعد سبعة ستين زي ما قلت لحضرتك يعني معركة رأس العش الجنود والضباط فكوا تلاصم ورموز الارب جي مركز سبعة من غير تدريب رغم ان كل اسلحة كانت موجودة معانا كانت اسلحة متهلكة من الحرب العالمية التانية باع طويل العسكرية المصرية ومناهضات ومفاوضات والرئيس السادات قد بنفسه مفاوضات مع التحاد السوفيتي علشان التسليح وانتهى حرب نصر اكتوبر بتفوق السلاح السوفيتي على السلاح الامريكي معروفة يعني واضح جدا في هذه الحرب او ما يدار في وسائل الاعلامة العسكرية او المراجع لان فيه طفرة بقدرة السلاح الروسي ولكن هنا فيه تصحيح هي قدرة السلاح الروسي ليست تسليح وهي قدرة العسكري المصري على استخدام هذا السلاح لقهر اسلحة اكثر منه تقدمه بالظبط يعني شفنا التارة الميج 21 بالنسبة للقاتل الجوائي المصرية كانت تارة بالمقارنة بالفانتوم والاخر وما تسمع من شهادات التارين اللي حضروا الحرب تفوق رهيب ولكن تفوق كفاءة العنصر البشري أسقاطت الزراعة الطويلة وقطعت الزراعة الطويلة الإسرائيلي بإمكانيات تكاد تكون غير متكافأة ننتقل بعد معركة ما بعد حرب 73 دخلنا إلى مرحلة نقدر نقول هو مرحلة السلام فلما والتحول إلى التسليح بشكل ما يبقى متنوع إلى حد ما وظلت هذه الأمور حتى أنا أتكلم صراحة حتى تولى السيد رئيس الجمهورية منصب وزير الدفاع فنقطة من أول السطر عاد تشكيل التسليح المصري للجيش المصري بما يتوافق مع أحدث إمكانيات وأسلحة العصر مما وضعنا في مصاف الدول الكبرى عسكرية بالتأكيد لو إحنا ذكرنا الكلام العافي محدش يقدر يأكل لقمته ده ليه معناته معنى هذا الكلام وهو مصطلح استخدام رئيس الجمهورية معنى أنك أنت طول ما أنت عندك لديك من القدرة على حماية قرارك العسكري قبل قرارك السياسي قبل أن توفر الأكل وتوفر الشرب وتوفر المؤنة الغذائية ووفر سلاح ليه التقطيد ده والتفكير ده لأن العالم الآن وحضرتك متابع الأحداث لا يعترف إلا بمنطق القوة فطول ما حضرتك قوي ولديك من القدرة على التلويح باستخدام قوة رضع كافية لصحق كل من يفكر أنه يمس الأمن القوم المصري سواء داخلين أو خارجيا بيتعود عشر خطوات للخلف للتركيز اللي جاهز عليك لو حس بعدم قدرتك على حماية قرارك العسكري أو قرارك السياسي أو لمح فيك شيء من الضعف مش هنبقى موجودين فعلشان كده فندم أنا بقول تاني تسليح الجيش المصري فيما قبل تولي السيد رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع شيء وبعد تولي السيد رئيس الجمهورية ووزارة الدفاع حتى الآن شيء آخر وممكن إحنا نراجع موقع جلوب الفاير اللي بتكلم على تصنيف الجيش هلناء إحنا في مصاف أول خمسشرة دولة في العالم وده موضوع عظيم لو الناس بتفكر بس يمكن لما تابعنا من يومين بس حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية والكلات العسكرية أظن الصورة كانت واضحة للي حضرك بتشير إليه ويمكن في السياق وفي الحديث ذكر أن دي رسالة طمأنة للداخل المصري بالتأكيد وعرض استعراض القرى ده فيه يعني بعض الناس تشوف حاجات على ساحة العرض مش وهم خافي كان عظم ندروا نقول كده ما خافي كان عظم أنا بأخذ من كلام سيد رئيس الجمهورية مش اللي أنت بتشوف الجيش مش اللي أنت بتشوف جيش في حاجات تانية كتير جدا تستطيع أن تصحق أي معادي يفكر مجرد الفكرة بالمساس بالشعب المصري ويعني والأيام أثبتت قديماً وحديثاً وإلى الأبد وإلى أن تقوم الساعة أن نحن قادرون على حماية هذا الوطن مسألة التنويع اللي حضرك أشرت لها وتحديداً من بعد تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من وقت توليه وزارة الدفاع الدفاع أهميتها في على البعد الاستراتيجي أولاً يعني لم يعد لك مكان واحد تأخذ منه سلاح من غير ما أشير أنت أصبح سلاح شرق وغربي تأخذ من أي دولة أسلحة تخدم خطة العمليات للقوات المسلحة الخاصة دفاعاً وهجوماً يعني معنى كلامي أن القدرات التسليحية المصرية الآن تستطيع أن تنفذ أي مهمة تطلب منها براً بحراً جواً في أعماق الأعماق مع الحفاظ على الكفاءة القتالية البرية والجوية والبحرية هذا الأمر لم يكن ليحدث إلا بتنوع مصادر السلاح ودي كان أحد أهم الملفات اللي توليها السيدرس الجمهورية عند توليه وزارة الدفاع اللي هو تنوع مصادر السلاح ثم الاهتمام بمنظومة التدريب على هذه الأسلحة لا يمكن لنا أن نقف الآن في ظل هذا الأسراع الكبير منطقة ملتهمة والتهديد بحرب إقليمية ولم يمسك شيء وأنت قادر تماماً على الردع وقادر تماماً على سحق من يفكر مجرد التفكير بالمساس بأمنق القومي أعتقد أن ده يعني لابد الإشارة منه مررنا وتكرارنا حتى يكون عندنا وعي إحنا كنا فين وبقنا فين في مسألة الوعي وتأكيداً وتذكيراً للشعب المصري العظيم اللي دايماً يقف خلف قواته المسلح مسألة التجهيز العسكري ومسألة الإعداد العسكري على أحدث مستوى وتكون في مصف الدول المتقدمة عسكرياً ده بيحتاج مجهود بيحتاج إنفاق عالي جداً بيحتاج إيه بقى من الشعب المصري تكاتف وتقدير وتقدير والتحمل في سبيل إن أنا أكون خلف جيش قوي يعني نذكر طممني في هذه الظروف وتحديداً فيه ونحن نعيش هذه الفترة والسنوات الأخيرة في منطقة ملتهبة يعني نحن نذكر يعني الهجمة أو هجمة عملات نفسية مضادة على السوشيال ميديا أثناء الإعداد والتجهيز والإعلان عن صفقات السلاح كم الهجوم على الدولة المصرية بصفقات السلاح إحنا نعمل بالتسليح ده كله الآن من كان يتحدث على هذا الأمر أعتقد أنه شايف أن الأولى هذا التسليح وهذه القدرة التدريبية والتسلاحية والإعداد والتجهيز والتخطيط ما كانت مصر تكون الآن على قدميها تحمي قرارها السياسي برا وبحرا وجوا إن شاء الله مصر ستظل دائما على قدم سبيلات تحمي أرضها وشعبها أرضا وبحرا وجوا في ختام فقرتنا أنا بشكر حضرتك جدا شكرا سيادة العقيد حاتم صابر الخبير العسكري نورتنا وأصلتنا ضوء على أمور كالعادة جديدة ومستجدة في كل ذكرى انتصاراتك طويل بشكر حضرتك جدا شكرا 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 موصول لحضراتكم مشاهدينا ونجدد التهنئة لكل مصري على أرض هذا الوطن الحبيب في ذكرى انتصارات أكتوبر الحادية والخمسين دامت مصر عزيزة أبية وحفظ الله جيشها مصنع الرجال وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدين